السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديو التالعب التي نقدمه مرحبا بكم المحبي وعشيق لعبة ثانية الأسطورية بطبيعة الحال صديقي قد تكون سعيد وانت تلعب حاليا الفعالية الطاغية مستمتع جدا بهذه الفعاليات وتقضي أوقات جميلة طبعا أتمنى أن يستمر هذا وتكون سعيد جدا بهذه الفعاليات لكن صديقي دعني أهمس لك في أدنك الفعالية الطاغية الموجودة حاليا حاليا نلعب لنقل في الفصل الثاني يتبقى أيام قليلة ويتهى الفصل الثاني وسوف يبدأ الفصل الثاني بعد انتهاء الفصول سوف تنتهي الفعاليات لنقل هذه الفعاليات التي نلعبها وهي الفعاليات الطاغية لكن بعدها صديقي سوف تبدأ فعاليات أخرى وهي فعاليات سماوية وبطبيعة الحال الفعاليات السماوية أبدا لا تقل أهمية عن الفعاليات الطاغية بل ربما تكون أهم من الفعاليات الطاغية ليس من حيث للحشب لأن الفعاليات الطاغية تكون أكبر ولكن لأن العنصر السماوي لا تستطيع أبداً الاستغناء عنه لماذا أقول لك هذا الكلام؟ حتى تتخذ صديقي هذه الأيام التي نلعبها حالياً تتخذها سبيلاً من أجل القيام بتطوير الفريق القتالي الخاص بك ستلاحظ أنه حالياً لا يوجد هناك فعاليات قلعة بطبع الحال دائماً تعودنا على أنه الفعاليات لنقول عندما تنتهي الفعاليات الطاغية هنا ستجد أن يتوقف قليلاً في اللعب هذا حتى أركز فيما من تنسيق الكلام وكذلك اللعب حتى لا أخسر الشبكة سوف نلعب بعد الفعاليات الطاغية فعاليات هنا خسرنا للأسف للأسف خسرنا ولا يوجد لدي درع التهيت في الكلام وخسرت عموة سوف أخرج من هنا حتى لا نخسر المزي من الأحجر وأركز في الكلام كما قلت أصدقائي بعد الفعاليات الطاغية لربما نلعب الفعاليات القديمة ولكن غالباً هناك فعاليات سماوية هذه الفعاليات السماوية سوف تكون فيها القلعة حتى لا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها أنا وخسرت لنقول بسببها مجموعة من التانين أهم هذه التانين التي خسرتها للأسف كنت أستطيع الحصول عليها طبعا لمن يشاهدون لسك سبق وخصصنا حلقة خاصة حول هذه العرضة تستطيع العودة إليها في القناة كما قلت خسرت لنقول تانين كان من الممكن أن أحصل عليها لون الأخطاء التي ارتكبتها على سبيل المثال كرون وفريج كما تشاهدون تبقص لقطع واحدة وأحصل عليها وللأسف فوته كذلك أدين ثلاث قطاع فوته هذه الأخطاء التي وقعت فيها لا أريدك أن تقع فيها أنت أيضا لماذا؟ حتى تستطيع الحصول على لنقول تانين سماوية الآن بما أنه التانين السماوية ولنقول التانين بعناصر مختلفة لا نحتاجها حاليا لأن كل ما نلعبه هو فعلية الشبكة وكذلك الزنزان السحيقة هذا الوقت تماما هو المناسب من أجل أن تقوم صديقي بمشاهدة الفريق الخاص بك وتطور تلين من كل العناصر ماذا يعني بذلك صديقي؟ إذا ذهبنا إلى لعبة التانين أسطورية سوف تجد أنه اللعبة فيها مجموعة من العناصر كل عنصر من هذه العناصر يتوجب أن يكون لديك منه تلين واحد أو اثنين على الأقل مطور يعني اثنين من التانين مطورة بعنصر النار بعنصر المعدن اثنين من التانين مطورة بعنصر النبات بعنصر الطاقة اثنين من التانين مطورة بعنصر الضوء وهكذا لماذا؟ حتى عندما تلعب في الفعالية السماوية في الفعالية القلعة سوف تطلب منك القلعة القتال بعناصر معينة تكون موجودة لديك هنا صديقي من الأخطاء التي لنا قل كنت قد وقعت فيها في السابق في القلعة حتى لا أكرر كلام قلت لنا قل فيما مدى ولكن من الأخطاء التي كنت وقعت فيها أنه للأسف لن يكون لديها مطورة من عناصر معينة على سبيل المثال عنصور الضوء وكذلك عنصور النبات وكذلك لنا قل عصور الطاقة لديها الغامض فقط هنا حاليا أنا أعمل على تطوير تلين هذا التلين الموجود هنا رفعته للمستوى الستين وستستطيع لنقول استمر رفعه إلى المستوى المرتفعة مثل المستوى لنقول الثمانين حتى يكون جاهزا هنا طبعا الآن ليس لنقول مطلوب منك القيام بالقتال لنقول بعناصر معينة لأنه لا يوجد قلعة ولا يوجد مشكلة مزدواجة لأنه حتى المشكلة المزدواجة في لعبة أسطورية في فعالية لنقول القديمة سوف يكون مطلوب منك القتال بعناصر معينة لهذا الآن حاول القيام مشاهدة فريقك القتالي والنقص الموجود فيه من حيث العناصر والقيام بتطوير تلين ليس بالضرورة صديقي أن تطور تلين قديما لأنه بعد اللاعبين قد لا يكون لدي تلين قديما أو سماوية أو تاغية بعناصر مثل النعباتة أو الطاقة وغيرها هنا وطبعا كلامي موجه لللعبين الجدد والمتوسطي في لعبة أسطورية تستطيع تطوير تلين عادي منحامي على سبيل المثال المهم أن يكون هذا التلين في نفس مستوى كتبتك القتالية عليه أختم مناسبة عليه نجوم سحر مناسبة حتى تستطيع المشاركة في فعالية القلعة لكن انتبه هذه التلين التي سوف تقوم بتطويرها لا ترفعها فوق مستوى فريقك الحالي يعني لديك فريق قتالي في المستوى 40 هذه التلين ارفعها إلى المستوى 40 وتركها في المستوى 40 ولا ترفعها فوق المستوى 40 لأنه حاليا صديقي وانت تلعب فعالية التغية ليس لنقول الوقت المناسب لرفع مستوى الكتيبة القتالية هنا عندما أقول لك طور الكتيبة القتالية الخاصة بك وأضف عناصر جديدة للكتيبة القتالية الخاصة بك عناصر غير موجودة فيها أنا لا أقول لك ارفع مستوى الكتيبة القتالية وإنما أقول لك طور تنانين غير مطورة عناصرها لا توجد في فريقك الحالي حتى عندما تلعب الفعالية السماوية وكذلك الفعالية القديمة تكون لديك تنانين من كل العناصر مطورة حتى لا تستطيع لنقول أو حتى لا تتورت في فعالية القدعة وبالتالي تفوث تنانين سماوية قوية لنقول فقط لأنك لم تطور لنقول تنانين من كل العناصر قد يظهر في الفعالية السماوية القديمة تني جائزة كبرى لنقول مهم جدا كما ظهر لنقول كرونو اودين في هذه الفعالية التي مادت كما ظهر هذا التني الموجود هنا كما تشاهدون قد يظهر أيضا تني السماوي قوي جدا وبسبب أنه لا يوجد لديك لنقول كتبة قتالية مطورة قد تخسر هذا التني وأنا لا أريدك أن تعيش لنقول هذا الوضع وإذا سألتني صديقي لماذا أخبرك بكل هذا يهمني جدا صديقي أن تعتمد على التنالين لنقول تقوم بتطويرها ويهمني جدا أن تنجح في كل فعاليات لهذا صديقي حاول القيام بتطويرها كذلك بعد الأصدقاء يجد أنه لنقول ميؤوس من الأمر إذا لم يكن لديه لنقول تنالين قادمة أو تاغية أو سماوية هذا تفكير خاطئ في حالة صديقي لم يكن يتواجد لديك لا تنالين سماوية ولا قادمة ولا تاغية هنا أنت مطالب بتطوير تنالين حتى لو كانت ملحمية تستخدمها بشكل مؤقت نعم ولكن لو تكون موجودة لديك في فريقك القتالي كتيبة قتالية فيها كل عناصر اللعبة لأنه حتى اللاعب المبتدئ إذا دخل لنقول الفعالية السماوية ولديه لنقول تنالين مطورة حتى لو كانت ملحمية يستطيع بخلالها الفوض شروط الفوض صديقي بالفعالية السماوية أو الطاغية أو القديمة وغيرها من هذه الفعالية ليس من شروطها أن يكون لديك تنالين قادم إلا أن كل اللاعبين الجدد لا يوجد لديه تنالين لنقول قديمة حتى يبدأوا بها لهذا صديقي ليس عيما كما قلت تتطور لنقول تنالين عادية ملحمية حتى تستطيع لنقول القيام بالحصول عليها لقطة آخيرة صديقي قبل إنهاء هذا الفيديو كما تشاهدون حاول القيام دائما بإرسال لنقول الهدايا إلى الأصدقاء واستقبال الهدايا من الأصدقاء حتى تستطيع الحصول على أحجار شحن المعارك هذه الأحجار التي تشاهدها هنا لأنها تبقى أهم الأشياء التي تجعل معارك القلعة صعبة لأنها بعض الأصدقاء تنتهي لديها هذه الأحجار الموجودة هنا في معارك القلعة وبالتالي لا يستطع لنقول إنهاء معارك القلعة وتنفيذ المهمة فيها وبالتالي خسرتها لنسموية فقط من عجل هذه الأحجار لهذا حاول الآن القيام بإضافة أكبر عدد ممكن من الأصدقاء دائما لذهب إلى هنا الأصدقاء المقترحون سوف تجد لديك ثلاثة لنقول أصدقاء أرسل لهم طلبة الصداقة بهذه الطريقة وكذلك أي طلبة صداقة تقوم بالوصول إليك حاول القيام بقبولها وأيضا لذهب دائما إلى هنا حاول إرسال الهدايا للأصدقاء وكذلك استقبال الهدايا للأصدقاء حتى تستطيع لنقول جمع أكبر عدد ممكن من أحجار الشحن هذه المتواجدة هنا حتى عندما تبدأ الفعالية التاغية عفوا الفعالية لنقول السماوية أو حتى الفعالية القادمة تكون لديك هذه الأحجار هنا مخزنة وتستطيع بخلالها إبلاء البلاء الحسن في الفعالية السماوية وبالتالي تستطيع لنقول الفوسية هذا الفيديو مهم في هذا الوقت بالدس لأنه الوقت المناسب حتى تستطيع رفع تناني جديدة إلى كاتبتك القتالية كل التوفيق لك صديقي